اشتركوا في القناة إذ على المشغل أن يوفر معدات الحماية والتوعية اللازمة للعامل وبالمقابل على العامل أن يستعمل معدات الأقاية ومن أهمها الخوذة تشير الإحصائيات إلى أن 70 ألف إصابة تحدث في السنة في أماكن العمل ونتحدث عن إصابات يتغيب العامل بسببها أكثر من 12 يوماً فما فوق وهناك حوالي 200 ألف إصابة مع إعاقة مستديمة لا تمكن العامل من العودة لمزاولة عمله وهناك أيضاً حوالي 60 حالة وفاة سنوياً جميع هذه الإحصائيات تتعلق بحجم الإصابات وقد صرح الدكتور سامي سعدي أن هناك عملياً 95% من الإصابات سببها العامل البشري بينها أخطاء إنسانية أو تصرف غير صحيح تصرف مهمل أي أن تصرف الإنسان هو السبب المباشر لحوادث العمل وهناك الكثير من الحالات التي لا يكون فيها الخطأ من العامل وإنما هي خطأ مدير العمل أو المقاول وأذ كنا نتحدث عن ورشات العمل فمعظم الحوادث الصعبة التي تحدث في الفترة الأخيرة تقع في ورشات البناء وهنا نشير إلى مدى الخطورة عندما تقع معظم الحوادث في ورشات البناء وقد تزيد نسبة الوفيات عن النصف وجب التنويه أن حوادث العمل لا تقتصر فقط على الإصابات التي تحدث أثناء العمل وإنما الإصابات الناتجة من حوادث طرق أيضاً التي تحدث أثناء توجه العامل إلى مقر عمله ويجدر الإشارة هنا أن العامل العربي يقطع مسافات كبيرة في يوم واحد ويقضي أكثر من ثلاث ساعات كمعدل على الشارع أثناء توجهه وعودته من العمل وهذا يعود إلى سبب رئيسي وهو عدم توفر فرص عمل قيمة في البلدات العربية وهنا يجبر العامل أن يتعرض لخطر حالي الطرق بشكل مضاعف لا تقع المسئولية بشكل كامل على جانب واحد إذ واجب الإرشاد وتوفر مكان عمل آمن ترجمة نانسي قنقر